خمسة وعشرون عاماً دون أن تسجل سلطنة عمان أي حالة تيتانوس لحديثي الولادة وذلك حتى عام 2020 جاء ذلك في تأكيد من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أوضح المجلس أن السلطنة لم تسجل أيضاً أي حالة من مرض ديفتيريا أو الخناق للأطفال مدى 22 عاماً ومضى 18 عاماً دون تسجيل أي حالة لشلل الأطفال مشيراً إلى انخفاض وفيات الأطفال لقل من سنة إلى 7.6 لكل ألف مولود والأطفال لقل من خمس سنوات إلى 9.3 لكل ألف مولود